بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل وسهلا بحضراتكم في سلسلة جديدة سلسلة مختصرة كالعداء يعادتنا في القناة نقدم معلومات مختصرة وواضحة ومباشرة في عديد من المواضيع المتعلقة بعلوم الحسوب وتنقيب البيانات ومعالجة لغة الطبيعية اليوم إن شاء الله معنا سلسلة مختصرة تتكلم عن بعض الأدوات المساعدة للباحث العلمي أدوات تكنولوجية مساعدة للباحث أن يستعين إبهاء في إنجاز أبحاث هذه الأدوات إن شاء الله في السلسلة مبدئيا حنشرح تلك أدوات بشكل بسيط وسهل الأداة الأولى هي أداة الباحث العلمي جوجل سكولر وهذه الأداة إن شاء الله هنخص إلها أكثر من الفيديو وبعد كده هنشرح إن شاء الله برنامج مندلي الخاص بأرشفة المراجع وإدارة المراجع التي تستخدمها وإنت بتكتب في البحث الخاص إبك حتى ما يكون في عندك أي إشكاليات أو أي اختلافات في طريقة كتابة الأبحاث بعد كده هناخد موقع اسمه أو أداة اسمها سبينر تشيف هذه الأداة بتساعدك على تأليل حجم الأخطاء الإملائية والجرامر وصياغة الكلام وهذه طبعا مناسبة أكثر للناس إلا عندهم إشكاليات في اللغة الإنجليزية وطبعا غالبا معظم الباحثين العرب هذه الأداة بتساعدهم وبتنسبهم إن شاء الله في أول فيديوهات سنأخذ موضوع الباحث العلمي كيف ننشئ البروفايل كيف يكون لك البروفايل في الباحث العلمي كيف يكون عندك ملف شخصي كيف يكون في عندك مكتبة كيف تعمل كستمايز للملف تبعك تمام كيف تستفيد منه كيف تبحث عن الأبحاث في الباحث العلمي ومواضيع متعددة بعد كده إن شاء الله هناخد المواضيع أو الأدوات الأخرى خليكم معانا إن شاء الله وربنا نأخذ السلسلة هذه كده مع بعض بنيت خير بنيت صلاح بنيت منفع على الجميع منفع على نفسنا منفع على الآخرين وربنا إن شاء الله يتقبل مننا ومنكم